موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأها على حضراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العناوين ارتفاع حصيلة الشهداء إلى ثلاثة وثلاثين الفا وثمانمائة وتسعة وتسعين منذ السابع من أكتوبر في غزة موسيقى رئيس الهيئة العليا للإصلاح يتصل للإطمئنان على الشيخين الزنداني وصعتا موسيقى أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى ثلاثة وثلاثين الفا وثمانمائة وتسعة وتسعين شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ستة وخمسون شهيدا وتسعة وثمانين إصابة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية وأكدت الوزارة وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات تمنع قوات الاحتلال تواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم أجرى رئيس الهيئة العليا للتجمع علي من الإصلاح الأستاذ محمد عبدالله يدومي اتصالا هاتفيا للإطمئنان على صحة الشيخ عبد المجيد الزنداني عضو الهيئة العليا للإصلاح الذي يخضع للعلاج وأطمأن اليدومي على صحة الشيخ الزنداني حيث يتماثل للشفاء داعيا له بالشفاء العاجل وأن يعود إلى أهله ومحبيه بصحة وعافية مشيدا بأدواره الدعوية والسياسية كما أجرى رئيس الهيئة العليا للإصلاح اتصالا هاتفيا برئيس الدائرة الاجتماعية في الأمانة العامة للإصلاح الشيخ عبدالله سعتر للإطمئنان على سلامته عقب التفجير الإرهابي الذي استهدفه وعددا من أفراده ومرافقيه الأحد الماضي في مدرية الوادي بمحافظة مارب يعتبر المهندس عبدالله علي سعتر واحدا من أبرز القيادات الوطنية التي تقف في مجابهة ميليشيا الحوثي وتعري مشروعها الكهنوتي القبيح وقد عرف طوال عقود مضت بحمله لهم الوطن وتبنيه لقضايا وهموم الناس ما يجعله هدفا لميليشيا الحوثي المعادية للدولة والحرية والمواطنة المتساوية مع الإعلان عن محاورة اغتيال الشيخ عبدالله سعتر غاب السؤال الذي يحضر مع بعض الجرائم من هذا الذي تم استهدافه فعبدالله سعتر لا تحضر معه من على امتداد اليمن ففي زمن السلم عرفت كل مديريات اليمن وعزلها وقراءها الشيخ الدعية والمهندس الفذ والسياسي المحنك ضيفا حل بها جميعا ومحاضرا حضر فيها حين غاب كثيرون ولصيقا بهموم المواطنين يوم ما خذ لهم سياسيون وفي زمن الحرب كان هو ذاته الحاضر حين يغيب آخرون الواقف في المقدمة حين تكون هدفا لرصاص يطلقه القتلة المجرمون عبدالله سعتر عرفته جبهات المواجهة مع الميليشيا التي انقلبت على الدولة وارادت تسليم جغرافيا الوطن لايران لانه خاض ومعه اولاده غمار المواجهة بشجاعة فرسانا يقاتلون بالكلمة والرصاصة يشاركون الجنود والشعب الجراح والالام ويدفعون التضحيات الجسام ولانه سعتر فارس السلم والحرب معا صوبت نحوه سهام الشائعات في الوقت الذي تكررت للخلاص منه المحاولات فظل هو ذاته شامخا يأبى الانكسار ثابتا يشارك الشعب وجيشه صناعة الانتصار ليأتي الاستهداف الاخير له شهادة له بانه هناك في جبهات الحرية والكرامة وشهادة على اصابات الانقلاب وذباب الاشاعة وكما هي شهادة لسعتر فهي شهادة للتجمع اليمني الذي يعد سعتر احد ابرز قياداته التجمع المنحاز لتطلعات المجتمع وهمومه المستمر في دفع كل ثمن لاجل اليمن واذا كانت الاقدار قد كتبت لسعتر نجاة من الاستهداف فان كثير من قيادات الاصلاح واعضائه قد مضوا في ركب الشهادة شهودا على تضحيات استرخصوها لاجل الدين والوطن ولاجلها يرخص كل ثمن تزامنا مع بدء تأثيرات المنخفض الجوي على محافظتي المهرى وحضر موت اكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك على اهمية تكثيف الجهود لتجاوز تداعياته المحتملة والتركيز في المقام الاول على حماية المواطنين وانوها بالاجراءات الاستباقية المتخذة وضرورة الاسناد المجتمعي لهذه الجهود وكان رئيس الوزراء اجرى في وقت سابق انتصالات مع محافظة المهرى محمد علي ياسر ووكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري واستمع الى شرح حول تطورات المنخفض الجوي والتوقعات على ضوء تقارير الارصاد الجوية ووقف رئيس الوزراء على الاستعدادات القائمة للتعامل مع كل الاحتمالات والاجراءات التي تم اتخاذها بما في ذلك تعليق الدراسة في المهرى ومنع الصيادين من الدخول الى البحر وتشكيل لجان طوارئ فرعية في مديريات الوادي والصحراء قال وزير الدفاع الفريق الروك محسن الداعري ان الكلية الحربية ركيزة اساسية في بناء القوات المسلحة على اسس متينة واشد وزير الدفاع خلال زيارته التفقدية للكلية الحربية في العاصمة المؤقتة عدن بالانضباط والجاهزية لطلاب الكلية وما يتمتعون به من مهارات ولاياقة بدنية عالية واشدد على مضاعفة الجهود وصقل القدرات وتنمية المعارف والخبرات القيادية للطلاب كونهم قادة المستقبل وشهد وزير الدفاع عرضا عسكريا مهيبا لطلاب الكلية الحربية اظهروا من خلاله مستوى الانضباط واللياقة والجاهزية العالية وحيى الابطال المرابطين في جبهات الكرامة والشموخ للدفاع عن الوطن ومقتسباته ومواجهة ميليشيا الحوث الارهابية تشهد القوات البحرية وخفر السواحل حراكا عسكريا بالتزامن مع تطورات والاحداث في البحر الاحمر التي تنفذها ميليشيات الحوث الارهابية ذراع ايران في المنطقة في محاولاتها تنفيذ عمليات ارهابية وتهريب الاسلحة والمخدرات خدمة لاجندات ايران على حساب الامن الوطني والاقليمي لليمن في البحر الاحمر عدد من قيادات القوات المشتركة والقوات الوطنية هنأت القوات البحرية وخفر السواحل في قطاع البحر الاحمر بمناسبة عيد الفطر المبارك تحياتنا وتقديرنا لكم واشكر حرصكم وتواجدكم ووجودكم في ايام عيد الفطر المبارك بعيد عن اهلكم وهذا دليل على وطنيتكم اشادة بالابطال وبجهودهم وجاهزيتهم في حراسة الوطن وسواحله والتصدي للأعمال الارهابية والتخريبية التي تنفذها ميليشيا الحوث المدعومة ايرانيا في الممرات الدولية والاقليمية وتهديدها للامن القوي والوطني لحساب اجمدات ايرانية وشعارات كشف زيفها نحن نقول للجميع ان الاهداف الموجودة في البحر الاحمر اهداف وصراعات دولية لا تمتل القضية الفلسطينية بصلة هناك اهداف ايرانية تستخدم الاذيال الحوثية في البحر الاحمر لتصفية حسابات تأكيد للقيادات العسكرية هنا بان المجتمع الدولي دفع ولا يزال يدفع تكاليف تحذير الحكومة الشرعية من مغبة استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي الارهابية لمحافظة الحديدة استوكولم الذي اعطى الغضاء الجوي واعطى الاريحية الكاملة للحوثي بان يدرب قوات وان يعتدي على مارب ويعتدي على الساحل ويعتدي على الضالع بسبب هذا الاتفاق واليوم المجتمع الدولي يعاني من هذا الاتفاق جهوزية عسكرية عالية بالرغم من تهديدات ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا التي تتاجر بشعارات كاذبة زائفة على حساب المصالح العليا لليمن عبدالحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في حق النساء اليمنيات تشكل انتهاكا صارخا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة واوضح وزير الاعلام في تصريح صحفين ان ميليشيا الحوثي الارهابية تواصل اختطاف انتصار الحمادي وفاطمة العرولي واسماء العميسي واخفائهن قسرا لمدد تتروح بين تسعة عوام وعامين واكد انهن تعرضن لاقصى صنوف التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة المهينة والقاسية والحرمان من الرعاية الصحية وابسط مقومات الحياة واطال بالارياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان ومناهضة العنف ضد النساء الاضطلاع بدورهن في ايقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيا لاجبارهن على اطلاق كافة المختطفات قسرا في معتقلاتها غير القانونية والشروع في تصنيفها منظمة ارهابية ترفع ميليشيا الحوث الارهابية شعار الموت لاسرائيل ومقاطعة البضائع الصهيونية في حين تستورد اخطر المبيدات السامة من تل ابيب غير مكترثة بما ستخلفه هذه السموم من امراض وضحايا في المجتمع قاطع البضائع الصهيونية شعار طالما نعقت به ميليشيا الحوث الارهابية مع صرخة الموت لاسرائيل لا سيما في ظل الحرب على غزة ارتفعت عقيرة الشعار اعلى صراخا مع هجمات الحوثيين على البحر الاحمر استثمارا للاحداث في غزة وصدور قرار حوثي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الواقع كانت قيادات حوثية تتحرك خلف الشعار لا لتستورد البضائع الصهيونية العادية بل اخطر المبيدات السامة التي تنفرد اسرائيل حصريا بانتاجه انه مبيد بروميد الميثيل الصهيوني الصنع الذي يدمر المنظومة البيئية وطبقة الاوزون والجهاز العصبي بمجرد الشم او الملامسة كما يقضي على التربة والكائنات الحية والمياه الجوفية وفي العام تسعة وثمانين تسعمائة والف اقرت معاهدة منتريال الدولية تجريم استخدام هذا المبيد الغازي القاتل وحضرت دول العالم ومن بينها اليمن دخوله الى اراضيها لتقوم قيادات حوثية بزعامة المدعو مهد المشاطة بادخال مبيد البروميد المدمر كما تثبت ذلك وثيقة حوثية مسربة تفضح استهتار الميليشيا السلالية بارواح اليمنيين كما تفضح زيف الشعارات الحوثية حيث يمثل استيراد هذا المبيد الاسرائيلي الصنع تطبيعا اقتصاديا مع الكيان الصهيوني في اخطر منتجاته وبهذا تكشف الوثيقة المسربة الوجه الحقيقي للحوثيين في رفع شعارات تكذبها الواقع واقوال تناقضها الافعال فبينما يقاطع العالم العربي والاسلامي المنتجات الاسرائيلية تغرق الميليشيا اليمن باخطر المبيدات الصهيونية الصنع والتي تدمر كل شيء دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجلس الانتقالي في محافظة ارخبيل سوقترة دعته الى الافراج الفوري عن الناشط الاعلامي عبدالله بدأهن واعربت المنظمة في بيانها عن ادانته اعتقال الناشط الاعلامي عبدالله بدأهن من قبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي بتاريخ 10 ابريل الجاري على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي ودعت سام الى سرعة الافراج عن بدأهن والتوقف الفوري عن الممارسات التي تهدد حرية الرأي وتنتهك القواعد القانونية اكد تقرير حديث للبنك الدولي ان اليمن الذي يشهد حربا منذ عقد من الزمن ربما يكون الاكثر فقرا على مستوى العالم واضح البنك ان بيانات الامن الغذائي المتكامل تضع هذا البلد في مرتبة واحدة مع افغانستان وهيتي وصومال وجنوب السودان والسودان والدول الساحل الافريقي قال البنك الدولي ان اليمن كان في الاساس بلدا فقيرا قبل اندلاع الحرب غير ان عشر سنوات من الصراع والازمات خلفت اثارا وخيمة على الظروف المعيشية وتركت الملايين ممن يعانون الجوع والفقر وتشير التحليلات الاحصائية المستندة الى افضل البيانات المتاحة الى ان الفقر ربما زاد باكثر من النصف خلال هذه الفترة واضف في تقرير له بعنوان تقييم الفقر والمساواة في اليمن الفين واربع وعشرين ان بيانات الامن الغذائي المتكامل تضع هذا البلد في مرتبة واحدة مع افغانستان وهيتي والصومال وجنوب السودان والسودان ودول الساحل الافريقي واوضح البنك ان التقرير اعتمد على مصادر بيانات جديدة متعددة لتقييم كيف من المحتمل ان يصبح افقر بلد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واخدا من اكثر البلدان فقرا في جميع انحاء العالم وكيف ان اليمنيين العاديين تأقلموا او يحاولون التأقلم مع اشكال الحرمان المتعددة والمتداخلة وبحسب المسوحات التي اجرها برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي فان حوالى نصف الاسر اليابنية كانت تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء في العام الماضي الفين وثلاثة وعشرين التقرير الذي اعدته وحدة الفقر والانصاف بالبنك الدولي اشار الى ان الافتقار الى البيانات جعل من الصعب تقدير عدد الفقراء في اليمن على وجه الدقة او تحليل الاسباب الرئيسية للفقر وتواصل ميليشيا الحوت الارهابية حربها الاقتصادية لتدمير ما تبقى من اقتصاد البلاد عبر طباعة عملة مزيفة والاستمرار في فرض اجراءات غير قانونية على البنوك والنصارف يعاني سكان وادي حضر موت بصورة عامة وابناء مدينة سيئون ايام العيد في البحث عن اماكن يقضون فيها فرحة العيد فيلجأون الى اشجار الزين الموجودة في الجولات وعلى قارعة الطرق في الشوارع لالتقاط الصور لهم ولأولادهم المزيد في سياق التقرير التالي قل ما يجد السكان هنا في سيئون هذه الاشجار المتنوعة على حافة الطرق والاماكن العامة وفي الجولات لالتقاط الصور التذكارية العيدية لهم ولأولادهم فغياب المتنزهات والحدائق العامة قطع الطريق امام تحقيق احلامهم ليلتقطوا ذكريات العيد تقصيص الاشجار على قارعة الشوارع العامة وتهذيبها باشكال هندسية مبدعة جعل منها ان تكون واجهة لالتقاط الصور وتسجيل امتع اللحظات العيدية فصندوق النظافة والتحسين بوادي حضر موت جعل من الجولات والشوارع العامة مساحة خضراء لتغطي ولو جزءا بسيطا من احتياجات الشباب وتوفير بدائل للمتنزهات والحدائق العامة ليلتقطوا اجمل الذكريات وأسعد اللحظات نعمل صندوق النظافة والتحسين بالواري والصحراء من خلال ورحة التشجيل الى اظهار جمال المدينة وتزين شوارعها من خلال توفير المساحات الخضراء لنعم بيئة الساكرين من هذه المدينة السيون والزوار والوافرين اليها وكذلك خلق بيئة جميلة ومتنفس الناس في العيال والمناسبات العامة هذه التشكيلات والقصاصات تظهر اشكال متعددة الاشيار المتراسة في معظم شوارع مدينة السيون كذلك تحرف الى التقاط الزوار والزائرين المدينة السيون الصورة التذكارية خلال ايام العيد المبارك غياب المتنزهات وخيارات الترفيه الملائمة للشباب والعوائل يعود الى نقص التخطيط الحضري وعدم استغلال المساحات الواسعة وتطويعها بما يتلأم مع طبيعة الوادي المكتسي باشجار النخيل وطبيعته الزراعية ليقدم خدمة للمجتمع المحلي والقادمين ليقضوا اوقات جميلة لا يوجد هناك منتزهات غير هذه الامور الشييرات البسيطة التي موجودة على مسجد المام الشفع في مصلى العيد وهذا واندلع على نقص الاماكن التي يذهب اليها الناس اللي يتنزهوا ويصوروا اولادهم ويعيدوا ذكرياتهم الاسف الشديد لا يوجد هناك اي اماكن مريحة ومضبوطة ومرتبة ومنسقة بشكل اوسع حتى يستطيع الاهل السيئون والشباب والاولاد والنساء يتنزهون وخصوصا بعد صلاة العيد فلا يدري الاولاد اين يذهبوا كل الاماكن مغلقة والاسف الشديد هناك لازات المتزهات قليلة جدا تكاد لا تعد ومع غياب المتنزهات هنا في سيئون غابت معها الاحتفالات الشبابية بالعيد فاصبحت مظاهر الفرح محدودة ومقصورة على شراء الحلويات والهدايا للاطفال والزيارة والمعاودات للكبار فهم برماده قناة سهيل سيئون عشرة انتهت مشاهدينا وهذا تذكير بابرز ما جاء فيها من عنوين ارتفاع حصيلة الشهداء الى ثلاثة وثلاثين الفاً وثمانمائة وتسعة وتسعين منذ السابع من اكتوبر في غزة رئيس الهيئة العليا للاصلاح يتصل للاطمينان على الشيخين الزنداني وصعتا في ختام النشرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في امان الله والى اللقاء